السلام بنات اهلا و سهلا كانت بنا تكونوا باخر و الاخير و مرحبا بكم معي في فيديو جديد بالنسبة لها الفيديو هذا جديد قفائط نات خفاف ديال التطار بمناسبة العيد الاضحى فكنت بنا على الفيديو الاعجاب و جبت لكم فيه واحد تشكيلة اللي كتجي مختلفة و متنوعة من الموضلة اللي كي يجو براندا و كذلك حتى الضرباطي و دائما الخياطة خفيفة فكنت من الفيديونا الاعجاب شاهدتم معي هذا الموضلة كي يجي براندا و هنا كذلك موضلة اخر اللي هو عبارة عن قميص ديال الراندا كي يجي براندا اقوزة و كي يجي معاه كذلك حتى التنبات و كله كي يجي دائر بالتنبات حتى في الكميم كي يجي تنبات و حتى في التحت ديال القفطان كي يجي فيه واحد لموتيف اللي كي يجيو خفاف كيفما كتشاهدو هابطين حتى للتحت عادة الرشمل اللي كتجي دائرة على الراندا كله منبت بالعقيقة في اللون الذهبي و هناك هاد الموديل هادا اللي كي يجي عينه و قد احتل زحت قفطين اللي مخدهم بالطرزة الرباطية كي يجيو هاد طرزة باللوينات كلهم كي يجيو خزائلين ينشوفوا معي الالوان والتناسق ديالهم و حتى الخدمة كتجي روعة كذلك كينين حتى الموديلات الزواق المعلم فكين هاد الموديل كي يجيو دوبياس معها الفوق ديالهم خدهم بزواق المعلم و القميس تحتني كي يجيو بالخياطة فيه الحزام كي تلبس بجوش طرق مختلفة تقدروا تبسوه الحزام و هناك هاد الموديل كي يجيو في اللون بلون كاسي كي يجيو خفيفة كي يجيو خفيفة ما اريده بزاف غير رقيقة و كي يجيو فيه الكولف فيه و طبعا فيه واحد درشم الرباطي كي يجيو غزالة كي يجيو متناسقين و زوينين بزاف كيف ما شاهدتوا معي و هانا غديدوز معاكم هاد الموديلات كي يجيو مخدمين براندا كيف ما كتشاهدوا هنالشكل ديال الراندا كيفاش كي يجيو غزال كي يجيو فيه الوينات مختلفين و بنسبة للراندا ديته مخدمة بجوش الالوان كذلك هنا غندوز معاكم هاد الموديلات من قفاط اللي كي يجو بالخياطة نسطوق كيف ما غتلاحكم معايا كولفي طرزة الرباطي كين هاد الموديل هادا الطريزة ديته كتجيغع ل نسطوق و كي يجيو القفطان كله سامبل كميمة كي يجيو خفاف مخدمين غبس سفيفة و كي يجو في فتيحات كذلك هاد الموديل هاد الموديل تهوت قريبا نفس الخدمة كي الاختلاف فقط في اللون بنفس التفاصيل كيف ما كتلاحظو معايا هاد الموديل هادو كيتلبسو بلحزام كي يجو متلوقين فيهم واحد رش معه اللي كتجي خفيفة كيف ما كتجاهدو كتتخدم باللوينات و كتجيغع لانسطوق كذلك هادا كي يجي حسل بلو مارين حيث هاد اللون هادا كي يجي راقي في القفاطنات و جليل بات فهنا هم خدوم بالطرز كيف ما كتشاهدو نفس الطرزة انا كي الاختلاف فقط في الالوان فكلها موديل و اشنو الالوان اللي كي يجو معي يعني ماشي و هادا كي يجو متلان ترزة الرباطي قائلا الوان ممكن ترزة وحده تجي على الالوان هاد اخذت شئ لبينات فكل القفطان كيتتترز بألوان معينة لحسب اللون ديالو لحسب الالوان اللي كي يجو معه و يدخلوا معه الالوان أخرى اللي كتجي متناسقة معه الوينات و اللون الاصلي ديال القفطان نضع هذه القطة بصفففة الصم والعقيدات يتم تبعين بالصم نضع هذه القطة بصففة الصم ويأتي الاختابة المذكرة نتوقع البنات ويأتي بصفففة الصم الموضي لترزة مختلفة وكذلك حتى الالوان ديالها فهذه طرزة تجي مشبكة وفيها وريدات كيفما كتشاهدو لكي يجي بألوان مختلفة كذلك هناك هاد الموضي لكي يحتوي بنفس الشكل ديال الخدمة هنا خسيلها فقط في الالوان هذا كي يجي في اللون باج مفتوح كيفما كتشاهدو واللوينات ديالو كي يجي فيها الباج الغوز الأزرق وكذلك حتى اللون الموف هاد الالوان بنسبة للطرزة أما الخياطة فكي يجي مخدوم بصفيفة ديال الصم اللي كي تجي على نسطوق بالعقاد ديال الصم كذلك هناك هاد الموضي اللي كي يجي في اللون الفيروزي هاد الون هادا لون راقي وبزاف سيدات كي يعجبهم كي يلبسوا سيدات اللي كي يعشقوا الالوان اللي كتكون من شقة من اللون الازرق فهاد الفيروز كي يجي زوين بزاف جلال بفلقفاطن والصراحة هنا جرائع كذلك حسب الطرزة هنا كي يجي في هالوينات اللي هما متنسقين مع اللون ديال القفطان وهنا غندوز معاكم لهاد الموضي اللي كي يجي بالطرز ديال الفاسي كيف ما كتشاهدوا موضي ديال القفطان اللي كي يجي عمر غيب الطرز الفاسي في الكميم في الهبطاء ديالتو وكي يجي معه الحزام ستيل اللي كي يجي جديد ومختلف دائما الفصالة هنا فصالة مخزانية كي يجي في هالكتف طيحين كيف ما كتلاحضوا الوينات كي يجيو رائعين مع اللون الاسود اللي هو اللون ديال القميس وهنا مجموعة من الموديلات اللي كي يجيو خفاف مخدمين بسفيفة وتنبات idays كذلك هنا كين هاد الموديلات اللي كي يجو هكا غي خياطة مسدوقแってるز أرباطي كان هاد الموديل الاول كي يجي في اللون بلونكاسي كيف ما كتلاحضوا الخياطة غي طرس نات وعقيدات وكتجي واحد شوشة بنسبة ال Shrimp الكلمة في هاد الموديل كي يجو فيه الألوان كذلك هنا لون الوردو كي يجي بنفس الخدمة بنفس الرجمة اللخشيلة فقط في الالوان هنا كي يجيي داخل فيه Lay Edge اضع اللون التاركوه اللون البني يأخذون بالدهبي والأزرق القميس يأخذوا الكمام واسعين كما تلاحظون ويأخذوا فطفاضين بالنسبة لفترة هذه الصيف يأخذوا بحال الموضلة يكونوا مريحين في اللبسة ويكونوا مناسبين حتى الفصل الصيف حتى الألوان ديالهم هذا اللون الأخضر كما تشاهدوا يأخذوا مطلوز كله بصم كذلك هناك كان هذا الموضلة يأخذ قفطان الذي يأخذهم بالنبات والرانتا كما تشاهدوا يأخذ القفطان هنا تقدروا تلبسوه بالحزام أو لأبلاء حزام يأخذ حتى المطلوق ويأخذ قفطان ويأخذ قفطان ويأخذ قفطان يأخذ قفطان يجب ان تبعي المعلم و التنبات مع الضرباطي وهذا يجب ان يقوم بسيطة يجب ان تبعيي مبرة و النساء يجب ان تجب المبرة و الأسبوع يجب ان تبعيي مبرة لأنها تقيلة و سخونة الموديل يمكنك أن تعمل بإسراجه إليفا أو كراب الآن يأخذ مغيب التنبات كما تلاحظه في اللون أبيض ونصدق فيها الوينات وكذلك هنا يأخذ مغيب التنبات بسيء صيفي ونصدق في مره بأسفل ونصدق بمثبت الكمام أرومي سوف نستخدم الزواق المعلم و السفيفة بالعقيدات فكنت من الفيديو يكون عجبكم وتعرفتم معي للجديد فيما يخص القفطة المغربي الخفيف الى فيديو قادم و مع السلام